تاخد نفس عميق ولو انت في البلكونة بتشرب سجارة ولا كوباية شاي ولسه داخل تتبعنا ما فتكش كتير لكن الفقرة دي انت محتاج تتوقف معانا فيها شوية وتركز في الارقام والحقائق اللي هاتقال لانه الحقيقة الكلام اللي هاتقال دلوقتي ده مش بس له علاقة بانه سيء الذكر او لا لا ده ليه علاقة بانه رجل خائن خائن للبلد في كل نقطة في كل شبر في كل حتة حتى لو كان الكلام اللي بنتكلم عنه ده هو الشجر يعني تخيل احنا في الفقرة دي بالمناسبة بالمناسبة انا مش جاي اكد لك معلومة انه السيسي بيقطع الشجر عشان يودي الاسرائيل لا خلص انا لا اجزم بهذا الامر لكن فريق الاعداد مشكورا الحقيقة بقالنا كذا يوم بنشتغل على الموضوع ده يا جماعة فيه اشعات فيه كلام فيه صور طلعت انه فيه علاقة ما بين تقطيع الشجر واسرائيل ما تيجو ندور ورا الموضوع ونثبته او ننفيه يعني نشوف فالحال اللي وصلنا له النهاردة حتى هذه اللحظة ويمكن الموضوع يبقى فيه كلام اكتر انه لا فيه ارقام وحاجات لها علاقة مباشرة بالقصة فاللي اعمله النهاردة ان انا احط لحضرتك بعض المعلومات زي ما هي قدامك في نهاية الفقرة هنترح سؤال هل الكلام ده موصول ببعضه ولا لا هل القصة دي لها علاقة ببعضها ولا لا هل هم بيقطعوا الشجر عشان يودوا الفحم والخشب لاسرائيل ولا لا تعالوا نشوف هنوصل للنتيجة دي ازاي الشرق الاوسط في تقرير بيقول قطع الاشجار يفجر جدلا واسعا في مصر الحكومة ترد على الانتقادات وتؤكد اهتمامها بالمساحات الخضراء بيكلم التقرير انه قطع الاشجار فجر ازمة كبيرة في عدد من المحافظات والمدن المصرية اثار جدلا واسع النطاق متابعون تشكيليون انتقدوا من بينهم الفنان محمد عبلا هذا التوجه وحرست وزارات وهيئات مصرية على الرد على تلك الانتقادات بيتكلموا عن ملخص الحالة اللي حصلة في الكذا يوم اللي فاته ووزارة البيئة قالت ايه النشطاء قالوا ايه والموضوع وصل لفين وبيتكلموا كمان عن نقلا عن النائبة مها عبد الناصر اللي قدمت طلب احاطة وقالت ان مساحات الاشجار نركز في الفترة اللي هي قالتها من 2017 ل2020 كان في تدمير لكثير من المساحات الخضراء في مصر بشكل كبير جدا واتكلمت على ان ده امر مجرم قانونا مش عايز الزملاء يطلعوا تويتة حذاء الانظمة ما اطلعش تويتة احمد موسى على الشاشة لكن هو اللي عملوا حذاء الانظمة كان محاولة رد على فكرة يا سلام انا مشيت في الشارع الناس قاعدة تحت الشجر مصر جميلة يا جماعة النظام الرئيس السيسي بيعمل شجر احنا جمدين جدا احنا حلوين جدا وبدأت تصرحات حكومية تطلع ان احنا بنحب الشجر وبنحب الخضرة وبنحب الحياة وبنحبكو كلكو والكلام ده كله لكن الحقيقة الواقع انه فيه ازمة كبيرة في قطع الشجر فيه ارقام كبيرة جدا بتؤكد ان النظام ده ارتكب مذبحة الاشجار منذ 2014 وحتى اللحظة وخلينا نشوف نموذج معاي يعني صغير فيديو لقطع الاشجار في المدافن طيب نروح كده للاستاذ جمال عيد استاذ جمال عيد نشر بوست مهم الحقيقة نحاول نقرأ واحدة واحدة كده ونفهم الاستاذ جمال عايز يقول لنا ايه بيقول عن الاشجار والفلوس اللي هقوله مش معلومة لكن رأيه اولا الناس كتير ما تعرفش ان مصر من اكبر الدول المستوردة للاخشاب وان سعر الاخشاب اما بيكون بالمتر المكعب او بالطن اقل سعر المتر الاخشاب للصناعة بيبدأ من 16 الف جنيه اللي هو الخشب السويدي وبيصل في بعض الانواع ل28 الف جنيه اللي هو الارو ولو بالطن فبيكون 10 تلاف ل 15 الف للطن حسب النوع جديد او مستعمل للصناعة او لعمل نشارة او حتى الحريق والفحم ثانيا انا معرفش الخشب اللي بيتم اطعو بيروح فيه لكن اعرف ان الاشجار دي لو متوسط الشجرة هتعمل تلت متر فهي تساوي على الاقل دي تلت متر ولا تلت متر تلت متر متى يالي فهي تساوي على الاقل 5000 جنيه ولو بالطن فايضا متوسط الشجرة هيكون حوالي 4000 جنيه ثالثا لو صحت معلومة ان مصر الجديدة مثلا تم قص منها 5000 شجرة وكان متوسط الشجرة 4000 جنيه فاحنا بنتكلم على 20 مليون جنيه من منطقة واحدة تقدر تقيس على ده في ظل نهم وشبق حكوماتنا المتعاقبة للاموال منذ ان حلت الغمة ولو على حساب جودة الحياة بالنسبة للناس ما اطرحه ليس معلومة ولكن ضمن التفسيرات او الاستنتاجات لأسباب قطع الاشجار وبيقول الاشجار دي لو بيقطعوها بتروح ببلاش للبعض فوقتها بنتكلم عن رائحة اهدار اموال يصل الى فساد الحقيقة يا سوز جمال انا بحييك على البوست ده لكن الموضوع ابعد من كده بشوية الموضوع ممكن يصل لمرحلة الخيانة مش بس القصة فساد لا تعالوا مع بعض نشوف ايه المعلومات اللي وصلها فريق تحرير او فريق اعداد اخر كلام عن عدد الاشجار اللي تم قطعها علاقتها بمنتجات معينة مصر بتعمل بيها ايه مين الدول المستفيدة والدول دي محتاجة مصر ومحتاجة الشجر بتاعها في ايه بالزبط تعالوا نشوف مع بعض ليه السيسي بيقطع الاشجار السيسي يقطع الاشجار السؤال هل السبب هو احتياج اسرائيل اسرائيل محتاجة شجر مصر اه ليه لان اسرائيل محتاجة فحم طيب اسرائيل بتستورد فحم هنعرف دلوقتي مصر فقدت اكثر من 4 مليون متر مربع من غطاء الاشجار خلال اخر 10 سنين من 2014 ل2023 الراجل ده سيء الذكر دمر حوالي 4 مليون متر مربع على مستوى المساحة الخضراء في مصر القاهرة الوحدها العاصمة فقدت حوالي 911 الف متر مربع في الفترة ما بين 2017 و2020 اللي النائبة مها عبد الناصر كانت بتتكلم عنها في تقرير الشرق الاوسط يبقى احنا هنا بنتكلم عن من العاصمة شال منها قرب المليون متر مربع من المساحات الخضراء خلال الاعوام ما بين 2018 و2021 نركز بقى هنا هنا طرف خط مهمة هو استوردت اسرائيل كميات كبرى من الاخشاب والفحم المصري يعني عندنا فترة من الفترات فيها مجزرة اشجار رهيبة في نفس الفترة في ارتفاع ليه الصادرات المصرية لاسرائيل من منتجات الاشجار دي اللي هو الخشب والفحم اللي اكتر من كده تعالوا نشوف مجموعة من الارقام المهمة اسرائيل تصدرت قائمة المستوردين للاخشاب والفحم من مصر في سنة 2021 الى جانب مين نركز كده نشوف مين كمان احنا بنقطع لهم الشجر الى جانب الامارات والسعودية اسرائيل في 2021 كانت هي الاعلى رقم واحد بنسبة 35% السعودية والامارات بعدها بنسبة 17% من اجمالي صادرات الفحم زي ما تعودنا انت جايب الارقام دي منين من تحليل انديد بوكس لسوق الفحم الخشبي في تقرير عام 2021 خلي بالحضرتك الكلام ده ممكن يكون دلوقتي اعلى لان الراجل شغال في مجزرة اشجار اخر سنة بشكل متسارع جدا فاحنا ممكن نتكلم في ارقام اعلى من كده بكتير وهنقول الكلام ده في الاخر طيب نكمل بعد معرفنا ان اسرائيل هي اللي متصدرة المستوردين من الفحم المصري احصاءات البنك الدولي للتجارة العالمية تشوف كده مع بعض السنوات اللي قطع فيها السيسي الشجر سيء ذكر الشجر في مصر وفي القاهرة وشال المساحات الخضراء اسرائيل كان بتستورد منين قد ايه وفقا للبنك الدولي للتجارة العالمية مصر صدرت لاسرائيل في العام ذاته نحو 5829 طن من الاخشاب والفحم ومشتقتها ووفقا لبيانات البنك الدولي ايضا فقد صدرت مصر لاسرائيل عام 2022 ده 2021 2022 صدرت مصر لاسرائيل 5489 طن من الاخشاب والفحم ومشتقتها في السنة دي 2022 اسرائيل كان التاني اكبر سوق للفحم المصري كان التاني اكبر مستورد وسوق للفحم المصري نشوف اللي بعده لو سمحته بشكل كبير جدا بعد مين؟ بعد الامارات اللي قال الكلام ده المصدر قدام حضراتكو The Observatory of Economic Complexity ده المصدر بتاع الارقام دي تظهر بيانات عام 2023 السنة اللي فاتت ان مصر صدرت نحو 5,516 طن من الاخشاب ومشتقاتها الى اسرائيل يعني الراجل بيقطع للشجر وهنشوف بيعمل بي ايه عشان ياخد المنتجات بتاعته يوديها اسرائيل ده الارقام فيه فيه زي ما قلتلك انا مش جاي ااكد انا طرح سؤال هل السبب هو احتياج اسرائيل هل بياخد من ده يودي لده الحقيقة الكلام بيقول كده لكن فيه تأكيد فيه وثيقة فيه كلام واضح حط انت الارقام جنب بعضها حجم واردات اسرائيل من مصر الفحم الخشبي والاخشاب ومصنوعات الخشب تعالوا نشوف كده الزيادة لان الزيادة دي فيها ملاحظة مهمة جدا 2018 السيسي صدر لاسرائيل منتجات الخشب والفحم اللي هي نتاج قطع الاشجار باثنين وسبعة من عشرة مليون دولار 2018 تمام عدي معايا تسعتاشر عشرين واحد وعشرين بنوصل لالفين اتنين وعشرين بكام باربعة مليون وربع يعني كانوا اتنين وسبعة باربعة وربع تقريبا كده الضعف فالفترة دي حصل فيها ايه في مصر حصل فيها قطعي في الاشجار بشكل كبير جدا الاشجار دي راحت فين ما نعرفش الاشجار دي عملنا بيها ايه مش عارفين طب الفترة دي عمل فيها ايه كان في مدبحة اشجار طب هل في رقم بيقول انه السبب احتياج اسرائيل الرقم هو انه في 2018 صدر لاسرائيل باثنين وسبعة من عشر مليون زادوا في 2019 لتلاتة ونصف مليون وبعدين زادوا في 2021 لتلاتة وتمانية من عشر مليون بعدين وصلوا في 2022 لاربعة وربع مليون حضرتك انت اقول في الاخر يبقى ايزا الراجل ده بيودي الشجر لاسرائيل الارقامة هي دي ارقام رسمية وفقا للمصادر اللي استعرضناها من شوي طيب البيانات بتقول ايه البيانات بتقول انه في زيادة مستمرة في كميات الاخشاب والفحب اللي بتستوردها اسرائيل من مصر من سنة 2018 اللي هي بداية المدبحة الكبرى اللي السيسي بدأ يعملها في الشجر طيب قطع الاشجار اللي بيحصل في مصر قد يكون جزء من استجابة للطلب المتزايد على الاخشاب والفحب خاصة انه اسرائيل اللي بتظهر في البيانات الرسمية انها مستورد رئيسي للفحم المصري بتعيش ازمة ليه برافو عليك عشان الصورة اللي الناس نشرتها اليومين اللي فاتوا انه كولومبيا قررت وقف امدادات الفحم لاسرائيل اه نقف هنا شوي يعني اسرائيل دلوقتي مأزومة اسامة انت ما جبتلناش ولا بيان من 2024 ايوة حضرتك صح فازمة الحالية اللي بتحصل كولومبيا قفت التصدير بتاع الفحم او امداد اسرائيل بالفحم حط ده جنب اللي بيحصل دلوقتي من مدبحة رهيبة جدا للشجر وحطه جنب الارقام اللي انا بستعرضها معاك بقالي شوية حضرتك ممكن تفهم السيسي بيقطع الشجر ليه الايام اللي فاتت في مصر طيب حد يقول لي اوكي يعني هو مثلا بياخد الشجر يحمله على عربيات ربع نقل ويوديه لا بس ده سؤال منطقي جدا تعال نشوفه وازاي بياخد الشجر يحوله لمنتج بتستورده اسرائيل عن طريق ايه عن طريق فهم انتاج الفحم والتأثير على الاشجار في مصر كيف يؤثر انتاج الفحم على الاشجار في مصر باختصار شديد جدا وبارقام مبسطة للغاية كل اربعة خمسة طن من الخشب بينتجوا طن واحد بس من الفحم المصدر هي مؤسسة الفاو نركز في الارقام كل اربعة لخمسة طن خشب بينتجوا طن واحد بس من ايه من الفحم اللي اسرائيل بتستورده جميل في المتوسط الشجرة الواحدة اللي بتتقطع بتنتج قد ايه من نص لطن من الخشب تقريبا كده ده المعدل من نص لطن خشبي يبقى ده الرقم المصدر بتاعه ووليد فورست يبقى عشان ننتج طن واحد من الفحم اللي اسرائيل بتستورد مننا في السنة خمس تلاف وشوية طن محتاجين خشب قد ايه تقريبا من كم شجرة عشان انتاج طن واحد من الفحم يتطلق خشب ما يقارب من اربع لسبع اشجار بالطرق التقليدية يبقى انت محتاج تقطع من اربع لسبع اشجار عشان تطلع منهم خشب الخشب ده يطلع فحم تودي الاسرائيل بخمس تلاف وخمسمائة طن في السنة انتاج الفحم ليه تأثيرات كبيرة جدا على البيئة وليه اضرار كبيرة جدا والجماعة بتوع التغير المناخي بيحربوا موضوع انتاج الفحم بشكل كبير جدا بيساهم في ايه في ازالة الغابات فقدان المواطن للطبيعة وفي المناطق اللي لا تتبع ممارسات مستدامة يعني ايه يعني ما عندكش اجواء او سياسات حاكمة للحفاظ على البيئة ففي المناطق دي كمان بيكون تعاملك مع الفحم تعامل صعب شوية تعامل غلط شوية وبالتالي ممكن يكون له تأثيرات اكبر المصدر مركز البحوث الحراجية الدولية والزراعة الحراجية العالمية عايزين نكمل لان النقطة اللي برضو بتقول لنا انه مش بس ممكن يقطع من اربع لسبع شجرات عشان يطلع طن واحد من الفحم لا الحيان الموضوع ممكن يكون اكتر من كده لسبب بسيط كفاءة افران الفحم التقليدية بتتراوح ما بين عشرة لتلاتين في المية ما يعني؟ عشان تنتج طن واحد من الفحم في الدول اللي لا تتبع ممارسات مستدامة تحتاج لحوالي من ستة لعشر اطنان من الخشب يعني محتاج عدد اشجار اكتر عشان تقطعها عشان تاخد منها خشب تحولوا لفحم تصدروا الاسرائيل اعتقد ده بيفسر القصة واعتقد ان ده بيجيب على السؤال اللي كنا ترحينه هل احتياج اسرائيل هو سبب؟ الحقيقة الاجابة اصبحت واضحة انا مش هقولها لكن الاجابة اصبحت واضحة طيب في حالة اتباع ممارسات غير مستدامة قد يحتاج تن الفحم الى 8 شجرات على اقل تقدير وقد يصل الى 12 شجرة فكل 12 شجرة حضرتك شفتهم مقطوعين في مصر تخيل في ذهنك ان الـ 12 شجرة دول هيتحولوا لخشب لفحم اسرائيل هتاخدو الارقام بتقول كده الارقام بتقول ان سيء الذكر ما سبش حاجة حتى الناس تفتكروا بيها بشكل كويس انا مش عايز بعد كده واحد يسأل ويقول هو ليه بيقول عليه سيء الذكر لا انا اديتك موضوع تاني اهو دلوقتي مصر كلها بتتكلم فيه اتكلم فيه يوم بكرة وانت بتفتر مع عيلتك فيه يوم عرفة اتكلم فيه يوم العيد وانتوا واعدين كلكوا على طرابست الصفرة بتتكلموا وفيه شجر قدام بيتكوا مقطوع لما الناس تيجي تسرخ اولادة كلك دول بيقطعوا الشجر برا او تيجي توقف مثلا زوجتك ولا والدتك تقول لك والله يا ابني كان فيه شجرة هنا وراحت اقول لها اه اصل حضرتك مش عارفة انه الشجر ده بنحتاج منه تمن شجرات عشان نطلع منه طن خشب وطن خشب يودي فحم الفحم ده الرئيس المصري سيء الذكر بيوديه الاسرائيل موضوع تاني ومعلومات تانية وارقام ممكن تتكلموا فيها في البيت او تتكلموا بيها في البيت بشكل كبير مصر وانتاج الفحم مصر الحقيقة من اكبر عشر دول في العالم في انتاج الفحم والسعودية وحدها بتستهلك حوالي 30 الف طن من الفحم سنويا من مصر مين المصدر بتاع الكلام ده السيد محمد فاروق رئيس وحدة الفحم وزارة البيئة المصرية في سبتمبر 2018 احنا عندنا في مصر حوالي 5000 ورشة للفحم منتشرة في جميع الحق مصر وبتنتشر اكثر في عدد من المحافظات زي القليوبية والبحيرة والشرقية والغربية ولا اعتقد بحال ان الورش دي في الاماكن دي عندها الشروط اللي هي الصناعة المستدامة والكلام ده فورش تعبانة جدا وبالتالي بتحتاج عدد اشجار اكبر عشان تنتج كمية اكبر من الفحم عملية انتاج الفحم في مصر بتعتمد بشكل كبير على الافران التقليدية اللي بتسهم في انبعاث كبير او انبعاثات كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون ده وفقا لبيانات وزارة البيئة المصري انت بتتكلم عن ايه هنا؟ بتتكلم دي مش خيانة يا جماعة ده لفل اعلى من موضوع الخيانة يعني ماينفعش اقول خيانة ده ممكن اقول ان الراجل ده شغال معاهم يعني انا ممكن اقول ان الراجل ده موظف عندهم اصلا مفيش حد بيشتغل بهذا الدأب وبهذا الاجتهاد لمصلحة عدو غير لما يكون شغال معاه ماينفعش يبقى خاين ده لأ ده شغال معاهم يعني ماعرفش ده مش عميل مزدوج ما انا مش شايف حاجة بيعملها لمصلحة مصر يا راجل حتى الشجر مش ممكن حتى الشجر مش معقول زي ما قلت لحضرتك احنا حاولنا نجمع الارقام اصاد بعضها في الاخر الاجابة على السؤال لسه محتاجة بحث اكتر ومحتاجة وقت اكتر لكن كل الشواهد بتقول ان هذا سيء الذكر من يحكم البلاد بنسبة كبيرة بيعمل مجزرة الشجر في مصر عشان يحولها ياخد منها الخشب ياخد منه الفحم يصدروا لاسرائيل